السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النازل وميل الأسواء اليوم 13 يناير 2021 نبدأ بالتدولات مؤشر الدولار الأمريكي وكما تم الإشارة إلى أن مؤشر الدولار قد واجه مقاومة عند المتحرك 200 على إطار الزمن للأربع ساعات كرابة المستوى التسعين فاصل خمسة وستين وما دفعه للتراجع على المستوى الحالية كرابة المستوى التسعين ولا جديد بالنسبة لمؤشر الدولار ولا جديد بالنسبة للنظرة البايعية القائمة على المدى الطويل وتتحول النظرة فقط إلى الشراء في حال الإغلاق الواضح أعلى المستويات تسعين فاصل خمسة وستين وأعلى المتوصل المتحرك المبين على الرسم البياني ولكن من ناحية الاقتصادية تتركب الأسواق صدور بيانات التدخم بالولايات المتحدة الأمريكية في الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جرينش وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 14% وفي حال فقط القراءة التوقعات من المتوقع الناشط تصحيح صاعد بالنسبة للتدولات المؤشر الدولار الأمريكي ولكن في حال كسر المستوى التسعة وتمانين فاصل تسعين يواصل المؤشر الدولار تراجعه إلى المستوى التسعة وتمانين فاصل عشرين ولا تزال النظرة البايعية قائمة على المتطويل باستغلال أي ارتفاعات بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي لبناء مركزات بايعية وعلى المدى الطويل سيكون الفايصل في تحديد الاتجاه على المدى الطويل هو المستوى التسعة وتسعين فاصل عشرين ولذلك بشكل عام يفضل استغلال التراجعات على المدى القصير للشراء وارتفاعات للبيع على المدى الطويل ويتحدد الاتجاه القادم بكسر المستوى التسعة وتمانين فاصل تسعين أما بالنسبة للتدولات اليورو دولار وقد تم كسر خط الاتجاه على اطار الزامن الأربع ساعات مما دفعه للتراجع على المستوى الواحد فاصل واحد وعشرين أربعين هذا الأسبوع وأيضا يمثل المتوسط المتحرك متين على اطار الزامن الأربع ساعات دعم قوي بالنسبة للتدولات الزوج أفضل أن يتم التداول أسفل هذا المتوسط باستهدافة المستويات الواحد فاصل واحد عشرين سبعين أما في حال استقرار تدولات الزوج أعلى المستوى الواحد فاصل واحد وعشرين أربعين من المتوقع أن يتم إعادة اختبار خط الاتجاه الصعد المكسور كرابط المستويات الواحد فاصل اثنين وعشرين سبعين وقد في حال فشل الزوج في مواصلة الارتفاع وعادة للهبوط سيكون لدينا فرصة للبيع بعد تكون كمع الإطار الزمني الأربع ساعات وسريعا إلى السليني دولار وسجل الزوج بعد الارتفاعات مدعوما بالارتداد من الحد السفلي للنطاق التداول الموضح على الرسم البياني ومن المتوقع أن نشهد بعض الارتفاعات التصحية المستويات الواحد فاصل سبعة وثلاثين ولكن هو المستوى الفاصل في مواصلة الارتفاع الزوج أم التراجع مرة أخرى في حال تكونت كمع كرابط المستويات الواحد فاصل سبعة وثلاثين سيفتم إعادة البيع الزوج مرة أخرى ولكن على المدى الطويل لا تزال النظرة مرتبطة بمفاوضات البريكسيت بالرغم من توصل الاتحاد الأوروبي والمملاك المتحدة الاتفاق ولكن هناك العديد من الملفات التي لم تحسن بعد ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقلبات عنيفة بالنسبة للإستريني دولار أما بالنسبة للتدولات الدولارين من المتوقع أن تستمر النظرة أيضا البايعية على المدى المتوسط باستقرار التدولات بين المستويات الـ 104.70 والمستويات الـ 101 بشكل عام تزلق النظرة البايعية قائمة لما استقررت تدولات الزوج داخل القناة السعرية الهبطة وأخيرا بالنسبة للذهب كما نراحز أيضا ابتداء تكون زخم شرائي أعلى المتوسط المتحرك اليومي 200 والذي تم إشارة إليها في بداية الأسبوع والذي يوفر دعم قوي بالنسبة للمعدن الأصفر من توقع أن في حال حافظ الزوج على تدولات أعلى المتوسط المتحرك 200 عطار الزمني اليومي من متوقع أن نشهد المزيد من الارتفاع الطفيف وليس القوي بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر وتزلق النظرة الشرائية والحيادية قائمة لما استقررت دولات أعلى المستويات 1835 دولار الأنصة ولكن في حال تكونت شموع بيعية أو شموع هابطة على طار الزمني اليومي كرابط المتوسط المتحرك ستكون ذلك لإشارة باحتمالات كسر المتوسط المتحرك 200 وكسر المستويات 1835 ولذلك يفضل الاستغلال التحركات على المدى القصير للمداربة بالنسبة للذهب قبل تحديد الاتجاه العام والإغلاق الأسبوعي له أعلى هذا المستوى أم أسفل مستويات 1835 دولار الأنصة كانت هذه نظرة سريع الأسوات ونترى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته